نتجه الآن إلى إندونسيا لنستمع إلى تلاوة المتسابق عبد المنان أحمد فوزي نشاهده سويا على الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عبد المنان أحمد فوزي عمري ثمانية عشر أنا من إندونسيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم المتسابق عبد المنان أحمد فوزي من إندونسيا تعليقكم شيخنا الكريم بارك الله فيك يا ابني الله يرضى عليك لما نطقت اسمك قلت المنان هكذا خطفتها هي باللغة العربية المنان من أسماء الله الحسنى أنه يمن على عباده ويعطيهم جل جلاله فلا تقول عبد المنان هكذا يعني اسم الله عز وجل قوله وأعطي حقه عبد المنان حتى في حياتك اليومية عبد المنان المولى الجديد سبحانه وتعالى فهمت علي هذه لا علاقة لها بالمسابقة بالنسبة للتلوتك يا ابني بدأت بي أعوذي بالله من الشيطان الرجيم وأطلت المدة جدا في الرجيم كثير طولت يعني أكثر من ست حركات هذا عارض للسكون أقصى ما يكون ست حركات يعني خلي قراءتك منضبطة الله يرضى عليك وله أجر 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 أنت قلت أجر أجر يعني نطقت الجيم رخوة لازم تكون محبوسة الصوتي وله أجر كريم تبهت الله يرضى عليك بشراكم كلمة واحدة يا ابني بشراكم بشراكم لا تقول بشراكم اليوم وعدتها مرتين بشرا وكأن بش لوحدها ورا لوحدها ما بصح بشراكم كلمة واحدة فلا تفصلها وله العظيم في آخر التلاوة في آخر التلاوة أتت الضاء ضعيفة جدا جدا يعني ليس قليلا جدا ضعيف العظيم 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 ثم قلت صدق الله العظيم وكانت جميلة الضاء في صدق الله العظيم كانت جميلة لكن في التلاوة يعني أفلتت منك تلك الضاء فانتبه للضاءات المكسورة يجب أن تكون ولو كانت مكسورة تكون مفخمة ولا تخرج عن كونها ضاء إلى حرف آخر بارك الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة